طيب خلينا بقى نروح واستعدادات طبعا زي ما قلت الحراراتكم احنا عندنا قبل نهائي مصري مغربي الاهلي هيلعب مع الوداد والزمالك هيلعب مع الرجاء المباراة الزهاب هتكون في المغرب مباراة الاياب هتكون في القاهرة وزي ما حدد اتحاد الافريقي الموعيد بتاعتها معنا الصحفي محمد فنكار من المغرب صحفي الرياضي مساء الخير يا أستاذ محمد مساء الخير كافينا حمي السمير ومساء الخير مساهدي قناة الاهلي أهلا وسهلا بك معنا بداية كده نعرف أجواء الاستعداد عندكم ازاي بتبصوا لمبارتاي قبل النهائي اللي هتجمع بين الاهلي والوداد والزمالك والرجاء البيضاوي أكيد المباراة تعيد بأنها ستكون قوية خاصة وأن نعرف قيمة الفرق المساركة يعني في هذا الدور النهائي الزمالك والأهلي ونخص بالتكرة الأهلي بقرأة الحال الفريق الأكثر تسويجاً بهذا اللقب والذي سعى في السنوات الأخيرة لتسويج بلقبه التاسع لاحتكار الكرة الأفريقية لأن كما قلت الأهلي وكما سبق وأن ذكرت قبل قليل بأن الأهلي أكثر فريق متوج بالكون هذه العبارة التي ساعدتها ويحق للجمالية المصرية أيضاً افتخار بأن يكون لمطر فريق الأهلي بالعودة إلى مباريات ميتف النهائي فأعتقد بأن الفرق المغربية الآن تستعد بشكل عادي بحكم أن الكثرة المباريات المؤجلة في البطولة الاحترافية تجعل بعض الشيء تجعل بعض الشيء المباريات يستفيد منها اللاعبون بعد توقف دام لأكثر منهم أنتو استأنفتوا الدوري بطولة الدوري في المغرب تم استأنفها وأعتقد أن الوداد ورجاء لعبوا ماتشاط في الفترة الأخيرة تماماً فريق الرجاء اليوم سيلعب مبارته الثالثة في ضرف أسبوعين وفريق الوداد سيقود المباراة ثانية يوم غد ببركان أمام فريق يعرفه الشعب المطري جيداً هو فريق مهدت بركان وأظن بأن هذه التنفسية والعودة إلى الملاعب تجعل نوعاً ما الفرق المغربية مستعدة بشكل أكبر خاصة أن الفرق المطرية لحد الساعة تنتظر عودتها إلى الملاعب لكن هذا بدون شك لن يغير من قيمة الفرق التاريخية بحكم أن الأهل والزمالك فريقان تبيران وأظن بأن حتى الفرق المغربية تحاول هذه السنة أن تصل إلى النهائي لما لا يكون نهائي مغربي هذا يعني لا يمت بقيمة الفريقين المطريين فيما يتعلق بالمباراة نفسها يعني لو تكلمنا على مباراة الأهلي والوداد هل إدارة الوداد حددت المعادة الخاص بالمباراة تم الاستقرار عليه هل تم الاستقرار أيضاً على الملعب الذي سيصدف المباراة بشكل نهائي هل في تفكير في حضور جماهيري ولو بعداد بسيطة وهل تم مخاطبة للجهات المسؤولة في المغرب عن استعدادات الوداد للصدافة الأهلي لحد الساعة لنكون وقعيين الجميع الآن يفكر في السير العام للبطولة الاحترافية ولا حديث إلا عن البطولة الاحترافية في المغرب فقط ليس هناك كما قلت أي ردود أفعال من قبل مجلس إدارة الوداد بخصوص هذه المباراة لا يعني على صعيد الجماهير أو على صعيد الملعب المستقر للمباراة لكن التوجهات تؤكد بأن المباراة ستلعب على أربية مركب محمد الخامس الشهير ولن يكون فيها حضور جماهيري بحكم أن الفيروس كورونا يمنع لحد الساعة حضور الجماهير وحتى الأرقام الأرقام الكبيرة التي بدأت الآن تنتشر على الصعيد المغربي فأظن بأنه لن يكون بمقدور الجماهير متابعة مباراة الأهل المصري والوداد بمدينة الدار الضيطة لأنه هذا كما قلت التوجه العام للجامعة أو للإستحاد المغربي الذي قرر رسميا وحتى الجهات المسؤولة يعني السلطات المحلية وحتى وزارة الداخلية ووزارة الصحة تمنعوا من عنبات حضور الجماهير المغربية إلى أو في الملعب الوطنية أزمة كوفيد-19 أو فيروس كورونا إزاي ممكن تشوف أنها يعني تلقي بالظلالها على مستويات وأداء فرقة الوداد في مبارتي قبل النهائي من وجهة نظرك وهل من الممكن أنه امتداد الموسم أو طول الموسم السنة هيأثر حتى من الناحية التعقدية هل ممكن المباراة تشهد غيام مثلا بعض اللاعبي الوداد عن مباراة قبل النهائي؟ وبالنسبة للتعقدات فالجامعة منحت وقت كافي للفرق المغربية لإبرام تعقدتها خلال هذا الصيف لكن هناك مجموعة لنكن صراحين مجموعة من المشاكل بالنسبة للعبين مع الفرق بحكم أن بعض اللاعبين في عقودهم انتهت مع نهاية أو لما تم يونيو الماضي وهناك يعني الحديث عن هل سيتم تجديد اللاعبين أم سيتم التوجه إلى الفيفا من أجل الحتم في هذه الأمور لكن أتوقع بأنه الفرق ستشارك أو ستتلعب مباراةها بشكل عادي بغياب أو بحضور لاعبها الأساسيين أنه على سبيل المثال اللاعب محمد النهيري الذي انتهى عقوده ما تم يونيو الماضي لم يعد يدخل ضمن مفكرة الإسطاني أخوان تارلوس جاريدو لم يشارك حتى في المباراة الأولى وحتى يوم غد لن يشارك في المباراة الثانية جاريدو كان مدرب سابق للأهلي هل بتشوف هذا ممكن يكون ليه تأثير على مواجهة الأهلي مع الوداد فريق الأهلي يعني فريق كما قلت والعالم يعترف بذلك فريق كبير له هوية كبيرة له ثقافة كروية ليست محدودة يعني لا ترتبط بمدرب ما أو بلاعب ما لكن جاريدو نجح في هذه الخطأ مع الوداد بعدما يعني لعب مباراة ربع النهائي أمام النجم الزهلي الذي كان يدربه أيضاً وعرف مفاشيح تأهل وفازة في الضرب بهدف السفر وعرف كيف يتأهل من ملعب رازز بخصرة بهدف بهدف واحد الجمهور المغربي أكيد تمني النفس بتأهل الوداد وأيضاً الرجاء لكن الخصمين وخاصة الأهلي الذي يبحث عن الساسعة أظن أنه هذه السنة سينافذ حتى يصل إلى البوديوم لو طلبت منك لو طلبت منك بشكل مهني واحترافي أنك أنت ترتب لي الأندية الأربعة اللي وصلوا للمربع الدهبي من حيث الفرص في الفوز بالبطولة ممكن يكون الترتيب إزاي من وجهة نظر حضرتك هذا أعتقد بأنه لن تكون فيه المهنية على ما أعتقد ستغلب عليها العاطفة لكن واقعياً واقعياً أعتقد بأن المصار الذي مر منه فريق الأهلي يؤهله شيئاً ما إلى أنه يكون رقم واحد الوداد رقم اثنان على ما أعتقد إتاليه الزمالك أو ليليه للزمالك المصري ثم الرجأ وهذا لا يقلل من قيمة الأندية الأربعة لأنه أتكلم بالتاريخ أتكلم بالعدد المرات التي وصلت فيها الأندية إلى النهائي رأينا كيف ضاع اللقب من الأهلي في ثلاث مناسبت أو مناسبتين طريحتين أمام الوداد وأمام تبقى في النهاية أستاذ محمد كلمة الفصل والكلمة الأخيرة داخل المستطيل الأخدر بشكر ليك تواصلك معنا في السادسة مساء بشكرك وبتمنى الحقيقة أنه النهائي يخرج بصورة مشرفة للكرة المصرية والمغربية والكرة العربية بشكل عام